هو بيقول لي ان العالم كله بيتكلم على منتخب مصر من شوية كماعية ومدخلة تانية الكلام كان على منتخب واحد من مهاجمين موزنبيك في السابق بيقولي ان منتخب مصر واحد من افضل منتخبات في العالم مش بس في افراقيا عشكاء كنت لسا بقول لك اوه ان هما بيبصوا علينا دايما بصة كبيرة يعني ان العالم بيبصوا علينا بصة كبيرة احنا سعب بنحس ان احنا خايفين والقانين بس هما شايفين برضو مرعبين لا ده أكيد أنا أعز أقول لك الحاجة المنتخبات الأفريقية بتخف من المنتخب مصر تبقى الآن جدا لما تيجي تلعبنا وتحترمك جدا بس هما في الآخر برضو فيه أوقات عندهم سنة الغرور لما فيه منتخبات عندها لعبة بتلعب في أوروبا وبيلعبوا في فرق كبيرة بيبقى عندهم سنة الغرور هما يعني بيبقوا حاسين أنت ممكن يكسبوك في أي وقت لما بيخشوا الملعب ويخشوا أصادك في الجين بتديهم أنت بيبقى إصرارك وبيبقى عزمتك وبيبقى قوتك معه عايز أقول لك الحاجة كنا باللعب أبل كده منتخب الكاميرون في البطولة 2008 هما كانوا يعني تحس أن هما إيه مش مقدرينك مش محترميك مع أنه أنت بطل وكان هو الكابتن بتاعهم كان صاموا لأيته بالمنازل وقتها وانتخد بطولة ما شاء الله على الغرور أه بالظبط وكان يعني تحس أنه كانوا مغروري جدا وكده لما نزلنا المباراة وكسبناهم أربعة لا جون في المباراة الثانية احترموك وقدروا كويس وكانوا ألأني منك جدا برضو وحسيني أن أنت عندك لعبة كويسة وبرضو في المباراة الثانية كسبناهم الحمد لله حمد لله حمد لله